صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الخير عليكم مشاهدي الكرام في كل مكان برحب لكم النهاردة في حلقة جديدة ومهمة جدا من حلقات برنامجنا عاش الشباب مشاهدينا خلينا في البداية أرحب بأجمل وأحلى شباب بشاركوني تقديم البرنامج النهاردة صباح الخير عليكم يا شباب صباح الخير عليك يا فريد مشاهدينا فاكرتنا النهاردة متنوعة وكتير جدا وحاجات تعبنا في إعدادها وإن شاء الله هتعجبكم وقل فاكرتنا النهاردة هنبتديها مع أزمينتي نورة صباح الخير عليك يا نورة ومعاكي النهاردة صباح الخير عليك يا فريد النهاردة هتكون أول فاكرتنا هنتكلم عن أضرار الترمضد وخطورته على صحة شبابنا وهو مصنف من مسكنات الألم ومفعوله قوي جدا ويؤثر على المخ زي المروفين ومنافس قوي جدا ويسبب الإدمان ولكن بصفة أقل من المروفين ويحذر الأطباء من تناوله إلا بإستشارة الطبيب ومفعوله خطير جدا واخطورته بالغة جدا على صحة المريض ويسبب كثير من الأمراض العصبية كل دو أكتر هنعرفه مع الدكتور الصيدلي الدكتور مهند ناجي زأزو هيعرفنا إدمان الترمضل وعلاجه وصحته على المريض كل ده في فقراتنا الأولانية جميل جدا يا نورة ده موضوع مهم جدا وهنتقل لموضوع ما يقلش أهمية عن الموضوع ده مع زميل أحمد صباح الخير عليك يا أحمد ومعاك يا النهاردة صباح الخير عليك يا فريد وعلى كل مشاهدين الكرام معايا النهاردة موضوع نتكلم عن الإصرار وهتمسك بالحلم وتحول الفشل لنجاح وده بتجسد في دفن النهاردة اللي الدغوطات أكبرته أنه يغير من نفسه ويكون مسيال ناجح لكل الشباب شخص كان لا يبالي بالنجاح ولكن بعد حدوث تلك الدغوطات جاء بالرد وليس بالقول ولكن بالنجاح ده فيكون الشاب الجميع محمد إبراهيم جميل جدا يا شباب دي مواضيع مهمة جدا وعظيم قوي مشاهدين يا ريد تتابعوا وتشيروا حلقات برنامجنا عاش الشباب وتتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل هتظهر قدامكم على الشاشة وتبعتون لنا مشاكلكم وإكتراحتكم وأفكاركم هننقشها إن شاء الله هنا مع بعض في برنامجنا عاش الشباب فاصل ولكن قبل الفاصل حب أتوجه برساية شكر وتقدير للأستاذ أحمد دياب رئيس الأكاديمية المصرية الإعلام والتنميع على مجهوداته الفترة اللي فاتت وإحنا بندرس في الأكاديمية فاصل وقولنا فقراتنا مع أنا وزميلتي نورة هنتكلم عن موضوع إدمان التراموضول إدمان التراموضول كرسى بكل المقيس إدمان التراموضول كرسى بتهدد كل شبابنا ده اللي هنعرفه أكتر في قولة فقراتنا فاصل مطرحوش بعيد تربع التراموضول ومشتقاته على عرش المخدرات في مصر وتحول العقار الطبي الذي أنتج خصيصا لعلاج المرضى مثله كمثل باقي الأدوية تحول إلى مخدر يهدد كل شبابنا التراموضول كرسى بكل المقيس التراموضول كرسى بكل ما تحمله الكلمة من معنى دفي النهاردة اللي منورنا في الحلقة دكتور الصيدلي دكتور مهند ناجي زأزو وهيتناقش معاه في أزمة وكرسة التراموضول دكتور مهند صباح الخير عليك ونورنا النهاردة في برنامجنا عاش الشباب صباح النور عليك يا فريد وعلى الناس كلها صباح النور عليكم كلهم والف شكر على الحلقة الجميلة دي إن شاء الله شرفتنا ونورتنا النهاردة يا دكتور ما هو التراموضول؟ وإزاي هو بيعالج وإزاي في نفس الوقت؟ العلاج يتحول لإدمين التراموضول في الأول محتاجة نعرف إيه هو التراموضول ده في الأساس التراموضول ده هو نوع من الأبيض أنهالجسك يعني هي مسكنات قوية جدا اللي في الأساس اتعملت عشان تسكن الأمراض والألام الصعبة زي مثلا اللي عنده مرض شديد في الكلا اللي عنده أمراض سرطانية اللي عنده الأمراض دي كلها الأبيض أنهالجسك دي بتبقى مسكنات مورفنية شديدة جدا بيستخدم في الأساس ده هي في الأساس مسكن بيشتغل إذا بيشتغل عن طريق أنه بيخضر الألم أو بيخضر مكان الألم فيعتبر في نفس الوقت هو مسكن ومخدر هو في الأساس ده الترامدول ويتعمل عشان في الأساس الموضوع ده لكن هنا في مصر أصبح استخدامه بطرقة مختلفة واستخدم بطريقة خاطئة جدا وخلت يحصل فيه مشكلة ويحصل فيه إدماء طيب جميل جدا يا دكتور طيب الترامدول في الأساس هو مسكن ولا مخدر لا هو مسكن عن طريق التخدير يعني بيسكن الألم عن طريق التخدير زي ما احنا قلنا أنه بيخضر مكان الألم فهو ده اللي يتعامله في الأساس أو هو يتعامل في الأساس عشان كده طيب جميل حضرتك تعقب على أنه بعض السائقين بيستخدموا العقار ده كمنبه فحضرتك يعني وده فيه خطر كبير جدا يعني مهنة زي زي السواء حاجة يعني فيها خطر مش على السائق بس ممكن فيه أرواح تانية فده بيهدد حياتهم شايف حضرتك ده إزاي طيب إحنا محتاجين الأول نفهم ليه بعض السواءين بيستخدموا مثلا مسكن زي الترامضو أو إيه سبب استخدامه لمسكن زي ده رغم أنه في الأساس مسكن هو بيعمل نوع من الشعور بالسعادة أو النشوة في السعادة اسمها يوفوريا ده هو نوع من الشعور بالسعادة بيتعمل من طريق قصرة استخدام هذا المسكن هو المفروض في الأساس المسكن ده يستخدم بجرعة محددة ومعينة لتسكن الألم المعين زي ما احنا تكلمنا قبل كده أمراض سرطانية أمراض في الكلة ألم شديدة جدا فهو طبعا بيتعدى الجرعة دي فبيعمل له شعور بالنسبة وشعور بالسعادة فطبعا بدل ما ياخد مثلا أرس أرسين لأ ممكن شريط كامل مثلا يعني جرعة مش طبعية فهيستخدمها عشان الشعور بالسعادة دهوت فهيبقى مبسوطه هو سيبقى بتاع فيعرف يسوء الأوقات طويلة جدا لكن طبعا ده غلط وليه أدرات جانبية كتير جدا طب الخطورة في المهنة نفسها يعني توجه رسالة لكل أولى حد سواء دلوقتي شايف حاضرتك الرسالة ممكن توجهها السواء اللي بيسوء على طريق سريع أو على أي طريق أنت معاك ركاب معاك ناس مش مسؤوليتك أنت لوحدك يعني مسؤولية الناس دي معاك موجودة معاك ما ينفعش تاخد أدوة زي ده أو عقار زي ده بيهدد حياة الناس اللي سواء اللي مسافرة معاك أو اللي انت راكب أو إن لو عملت حد سيتهدد الناس اللي على الطريق فقبل ما تأخذ حاجة زي كده لازم تراعي النقطة دي وتراعي ربنا الأول إنه ممكن لو حصل أي مشاكل أنت لا تسأل عليها وإنت كده بتهدد حياة الناس وحياة البن أدمي وده غلط طبعا وينفعش طب يا دكتور الترمدول أختاروا إيه على الصحة النفسية والعصبية الترمدول أختاره على الصحة النفسية أكبر خطر بيهدد الإدمان هو بيعمل نوع بيتحاول نوع من الإدمان ما يعرفش يعيش حياته العادية كبن أدم إلا ما ياخد هذا المساكن معتمد عاليف كل حاجة معتمد عاليف كل حاجة وده أكبر غلط أكبر أكبر غلط اللي إنسان ما يعرفش يستطيع أنه يعيش حياته العادية إلا ما ياخد هذا المساكن عشان حدث اليوفوريا والسعادة اللي احنا تكلمنا عليه فده طبعا غلق إنك بتاخد نوع من المخدرات طيب ليه الدكاترة بيشيره إن هو لازم إن هو ياخد الترمدول بيصرحه يصرح باستخدام الترمدول بيبقى في حالات معينة لأنه هو بيدمن المفروض ده بيعالك لا ده بيدمن لا هو في حالات معينة المفروض ويبقى تحت إشراف الطبيب وبجرعة محددة هو بالطبيب هو اللي بيدهاله مش هو اللي بياخدها بالظلط لازم الطبيب اللي بيحددها ويحدد الجرعة زي وتتوقف زي وهنوقفها زي تدريجي بس فيه ناس بيروحوا مرضى بيشتروها من الصيدليات للاسف الشديد وبيخدوها لما الجرعة لما الألم بيزيد عليهم فبيضطروا أنه هو ياخدوا المسكن ده وبيزودوا الجرعة فيه فبتضطر إلى الإدمان للاسف الشديد ده بيحصل لكن دلوقتي وزارة الصحة اتجعت إن الأدوية دي تنزل الجدع المخدرات فما تكونش متواجدة في الصيدليات العادية بتكون متواجدة في مراكز الصحة أو في وزارات الصحة فما يعرفش المرضي يصرفها إلا لو معاروه شتة من دكتور يعني ماينفعش روحنا من نفسي يا دكتور أنا عادة ترامدول في الدين الترامدول دي نقطة وده نقطة مهمة جدا ولازم نشيد بيه طيب هو فيه سؤال يعني معاليش ممكن ما يناسبش بعض المشاهدين بس ده حاجة مهمة ونقطة مهمة فلازم ننقشها في موضوع زي ده الترامدول له علاقة بمرضى الضعف الجنسي طبعا هو للأسف الشديد بعض الناس بيستخدموا استعمال خاطئ لمعالجة النقطة دي ليه؟ لأنه بيزود نسبة السيروتونين في الجسم السيروتونين ده ده مستقبل مستقبلات المخ تبقى مسؤولة عن الشعور بالسعادة والشعور بالفرحة فطبعا كم مريض ضعف جنسي بيستخدمه وده طبعا غلط يعني ده لبدايل موجودة في السوق ويعرف يتوجه لأي صيدلية ويعرف يدهي لكن في الأساس هو مش معمول عشان كده زي ما تكلمنا معروف معمول عشان إيه طيب يا دكتور لو حبينا مثلا حدي بيقول أنا بشتغل مهنة مرهقة شوية مهنة بتحتاج بور أو بتحتاج طاقة زيادة عن اليزوم مزبوك وفي نفس الوقت في الضعف الجنسي تمام أنت حضرتك ممكن تقوله إيه الرسالة توجهه له الرسالة اللي نوجهه له بعدش نبعد عن حاجة زي كده خالص نعتمل على الأكل السليم والأكل الطبيعي لو في مشكلة نقص فيتامينات ممكن أخذ فيتامينات من الصيدلية لو في مشكلة عضوية أو مشكلة تانية ممكن نتوجه للدكتور والدكتورة لحد تحل المشكلة أي لكن ما ينفعشش بنفسي أروح أخذ عكار أنا مش عارف أصاره الجنبية إيه بحجة أن اللي حواليا بياخدوه وناللي حواليا بيستعمله وجايب معاهم نتيجة كده غلط طيب تمام في بدائل أدوية ما بتتعيبش سحة البناء آدم ويعني بنفس ممكن تديه نفس الفعالية بتاعت الترامدول أو أي مخدر تاني مشتكم الترامدول أكيد طبعا أكيد طبعا فيه في السوق بداية كويسة جدا ممكن نستعملها كبداية للترامدول وبرضو كله يكون في الآخر تحت أشراف الطبيب أي داوة معين في السوق نفضل دا ما نستخدمه نرجع للطبيب ليه؟ الطبيب اللي بيحدد الجرعة ويحدد الجرعة تتاخد إزاي وفي وقت قد ديه عشان ما يحصلش أي مشاكل أو أي أثار جانبية تمام في حتة السعر يعني في ناس بتستخدم حاجة زي الترامدول أو أي عقار مخدر في حتة السوق السوداء تمام يعني هو أصلا في الرشدة ممكن يكون بمبلغ باهز كده حاجة رفيصة ممكن يتباع برأي حباية وفي مية جنيه والكلام دا صح فإنه ينده بيحسن تمام طب البدائل بقى بتكون أكيد أقل من كده صح؟ البدائل طبعا بتكون أقل من كده وبتكون أقمن طبعا من كده وطالما أخوة الدواء نزل جدوى المخدرات ما ينفعش يتواجد في الصيدلية إلا والصيدلية مصرحة بيها أنها تبيع أدوية الجدوى ودي بتبقى صيدلات قليلة جدا وليها شروط دلوقتي عشان أراح أصرف الدواء دا منها تمام أوكي طب ليجي دا نقطة مهمة جدا ليه شركات الأدوية بتصنع هذه الأنواع من المواد المخدرة وإن هي تصرح بيها إن هي تتصرف طيب مهمة جدا من السؤال دا لما هي الحاجات دي بتعمل أصار الجنبية ليه شركات الأدوية بنزلها وليه بنصرف عليها زي ما قلنا فيه أنواع معانا من الأمراض بيحتاج فيها الأدوية دي مرضى السرطان ربنا يعافيهم كلهم بيبقى الأنام عندهم شديدة جدا بتتصل من الدماغ لحد آخر الجسم ويعني في أوقات ما يعرفش ينام أو ما يعرفش يمارس حياتي وقلنا ما يأخذ نوع من الأدوية دي يعني ممكن الترامدول وأدوية تانية بمصطلحات تانية برضو بياخدوها المرضى اللي هي التعبان اللي هي مرضى السرطان أكيد طبعا أكيد طبعا وده طبعا يتم تحت أشراف الدكاترة في الأول وفي الآخر لأنه لازم يأخذ هذا المسكن عشان يستطيع النوم ويستطيع أنه يقوم بأعماله لأن المسكنات العادية متواجدة في السوق مش هتجيب معا نتيجة ومش هتسكن الألم معا فلازم يضطر يأخذ المسكنات القوية لزي دي دي مع شهورة اسمه أوبيود أنالجيزيك مسكنات مورفونية معمولة في الأساس لتسكين الألم الشديدة زي ألم السرطانات ألم الكلا ألم الكبد ومعروفة وهي تعملت في الأساس على الأساس ده لكن الاستخدام الغلط هو اللي فاهم الناس إن الحاجات دي هتمخدرات طب ليه بتنزل في السوق طب ليه الشركات بتصنعها بس فضروري إحنا نفهم النقطة دي ونكون فاهمينها ووصلنا كويس جميل يا دكتور طب فيه نقطة حابة يعني أنا هالك أنا كنت ما تناقش في الموضوع ده مع أحد تمام فبيقول لي أنا خلاص أنا سبت الترامدون أقلعت عن تمام الترامدون وبأخذ حاجة تانية أقل فاق يعني مش مضر إيه هي اسمع اسمع اللورولين حضر لك ممكن توضح لنا إيه اللورولين ده بالزبط وإيه عصار الجانبية وكذا ما فيش مشكلة اللورولين ده ده مادة مادة علاجية تستخدم في علاج إيه في علاج أمراض الصرع وفي علاج لتهابات الأعصاب ده في الأساس اتعملت عشان المادة الفعالة فيها اسمها بريجا باليد المادة الأساس لا استخدمها في إيه لعلاج بقى اللي هي أمراض الصرع لعلاج لتهابات الأعصاب اللي بتيجي للمرضى السكر أو اللي عندهم ألم شديدة في الجسم بالزبط كده يا دكتور بنشكر حضرتك على الفقرة الجميلة جدا مشكورك زميلة النورة على الفقرة الجميلة ومشكركم مشاهدنا الكرام على مشاهدتكم لينا وفاصل وتاني فقراتنا برنامج عايش الشباب ما تروحوش بعيد مشاهدنا الكرام رجعنا لكم في فقرتنا التانية في برنامجنا عايش الشباب والفقرة دي جايبين ضيف تعب بجد ضيف حول فاشله لنجاح بإصرار لما يكون عندك حلم وتتعب عليه بجد بجده هتوصل ضيفنا النهاردة الأستاذ محمد إبراهيم طالب جميعي بجامعة بنها تجارة كلية تجارة انجليش ويبيررحب بيك يا أستاذ محمد ما ورطني المهاردة في برنامجنا عايش الشباب ويبيررحب بيزميلي أحمد صباح لخير صباح لخير عليك يا فريد زي ما عدناكم دائما أننا بنشارك أحلام الشباب وأفكارهم وكمان موهبهم محمد إبراهيم عايزك تقول لي مين هو محمد إبراهيم يعني عرف لي نفسك للناس وكده محمد إبراهيم طالب فرقة ثلثة كلية تجارة الشعب الإنجليزية بجامع ببنها يعني كان في حاجات كتير بالنسبة لحمد مواقف نعم هو بيقالك عرف حضرك يعني سنك كده وفي سنة عشرين سنة البلد قرية مشتور تقلق اليوبية كنت شاركت في كذا نشاط طواعع ونشاط طلابي زي سبيرو كنت HR في سبيرو جميل في كذا نشاط تاني هحددهم قدام بسنة جميل نعرف طب محمد لو قلنا ان كسة حيات محمد تتلخص في جملة تقدر تقول ايه للجمهور في جملة ممكن تقدر تقول النجاح بعد فشل تمام يا محمد طب جميل يا محمد حكينا بقى كسة حياتك وازاي حاولت الفشل لنجاح وإيه يعني ايه اللي حصل معاك بالزبط يعني حكينا وعرف المشاهدين تمام هي قصة ببسيطة يعني بدأت بفشل ثم حصل حاجة في النص كده اللي غيرت مجرع حياتي يعني أو تقدر تقول خلتني أفقر من جديد أو أبدأ إنسان جديد يعني وبعدين بدأت أن أنا أفقر في النجاح يعني ببداية الفشل كانت ده أنا قدم يعني عادي كنت طالب مش بفقر في الدراسة كان بالنسبة لي جات زي ما جاتش انجحت زي ما انجحتش دايما دماغي كانت في اللعب والخرجات والكلام ده كله كنت كاره التدريس بسبب الضرب والاتهاض وكده كنت بحب دايما أعمل اللي أنا عايزه فكنت شايف إن رغبت والدي في إن أنا أتعلم ده درع اللي هي مع إن كانت اللي هي دي الاستفادة جربت إن أنا أهرب وألعب كورة أو حاجات كده كبك كتير جرب والدي معايا طريقة تانية إنه يوضيني أشتغل فكرت إن أنا روحت شغله وكانت المعاملة كانت سيئة إنه ألا يتحملها طفت كنت شايف طريقة عضوانية ما كانش فيه أي مكسب ولا ناحية النفسية ولا ناحية المادية فكنت بضطر النهرب برضو من الشغل وأجري برضو نفس الطرق الفساد أي طريق كان بيقابلني كنت بروحه كنت بجرب أي حاجة جديدة بالنسبة للشباب جميل طب إيه بقى نقطة التحول أنت كده حكت لنا أو قلت للمشاهدين الفاشل الأول تمام إنت دراسي ناجح إيه بقى اللي خلاك تحولت بقى إيه الدفع اللي خلاك دي بقى من شاب فاشل لشاب ناجح ومتفاق وطالب جميع بالزبط كده دفعهم أهم حاجة في حياتي الأسرة يعني كنت أنا معانيتهم دايما في كل حاجة سواء التعليم حتى الصلاة كنت شوفهم عايزين إيه وعمل عاكس على طول لحد ما جت في يوم من الأيام يعني كان هناك عادية كان عادي يعني بيني وبين والدتي تمام إيه 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 إنت كبير وإنت عايزك نفسي أشوفك أحسن واحد في الدنيا وكلام زي ده أنا طبعا بالله مبالاك وإنت برد بأسوأ منه لحد ما يعني تابت قدامي حصلت نقطة فاصلة أه أه تابت قدامي وأنا ما مهتمتش وخرجت من البيت ورجعت تاني للبيت ما لقيتش حد وبالصدفة عرفت إن هما راحوا المستشفى وروحت المستشفى وسمعت من الدكتور إن هي حصل صدمة لها كبيرة وإن هي مش متحملة أي أزا والصدمة دي قدت اللي هي ما ببيتش تتكلم تاني وما ببيتش قدر تتحرك ولازم إحنا نسمع كلامها في كل اللي جاي ونبعد عنها الحزن ونحاول نفرحها ربني خلالكم يا محمد راحفظ رب وجينا بعد كل ده وصلنا النقطة بعد مرجعنا كنت بحاول إن أنا أرضيها إنما ما كانتش فيه لحد مشكلة من ضمن المشاكلة أنا كنت أعملها بالله مبالاة جيت الناتج بتاع دلوقتي وحضرتها كان أول مشكلة حضرها وأبويا موجود تمام أبويا تتوجه له كلام قدامي يعني كانت أول مرة شوف في عين والدي الانكسار إن أنا أول مرة شوف إنه مكسر بسببي كانت في وقتها كانت الدنيا كلها بتتقلب من قدامي إن أنا أنا بيضمر حياتي أو بيضمر كل الناس اللي حوالي فوقت بقى ساعاتي من هنا بقى لأ بعد ما كان بعد بتاع والدتي وعادة من الشغل والدي بقى الضغطات زادت عليه في الآلاج والديون والأولاد كان مدموع كم في المية محمد منتف سنوائم؟ كانت الحمد لله إن ربنا قرمني وجبت 92% 92% تمام مشاهدين الكرام بشكركم جدا على مشاهدتكم لحلقتنا النهاردة وبشكر كله ضيوفي لتكلمة الدكتور مهند ناجي أو الأستاذ محمد إبراهيم على الفقرات المتميزة دي ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات عايش الشباب السلام عليكم